السلام كيف الحال ان شاء الله تكونوا بخير وصفتنا اليوم بتكون الزلابية اليمنية مع سحوق الجبن وصفة جدا لذيذة وسهلة وعادة ما تقدم الزلابية في وقت الفطور مع سحوق الجبن او مع سحوق عادية او مع شاهي الاحمر او شاهي كراك وبسم الله على بركة الله نبدأ اول شي بنحتاج الى كوب ونص من الماء يكون الماء ساخن علشان تتفعل معنا الخميرة ملعقة ونص من الخميرة وملعقة من السكر وكوب واحد من الدقيقة الابيض ونخلط هذة المكونات كلها مع بعض وبعدها نضيف كوب دقيقة ابيض مع ملعقة ونص من الملح او على حسب الرغبة تقدروا في هذا الوقت كمان تضيفوا حبة البركة او الحبها السودع اذا انتم حابين وعلى الخلاط او على العجانة الكهربائية تقدروا تستخدموا اليد او السباشلة في العجن مش مهم تكون معكم العجانة وصراحة العجن باليد بيكون افضل بس انا هنا استخدمت العجانة عشان التصوير لانه مش تيش اللغمجة واللوساخ المهم معي كوب ثالث من الدقيق اضيفها بالتدريج علشان نشوف اذا نحتاج اكثر او اقل لانه نوعية الدقيق تختلف من دقيق الى دقيق ثاني فاضافة الكوب الثالث بيكون بالتدريج انا صراحة اضفتها كامل العجينة بتكون معنا بهذا الشكل بتكون لينة وتلصق باليد علشان تكون طرية الان بنكفت العجينة ونرش عليها شوية من الزيت علشان ما تلصق في ايدينا كمان بنرش الزيت في الصحن حك العجينة ونطرح العجين ونرش كمان عليها شوية من الزيت ونغطيها ونخليها تخمر لمدة ساعة وبعد ما خمرت معنا العجينة الان بنرش طاولة العمل بالزيت مثل ما قلت لكم علشان العجينة وعنا بتلصق نحتاج ان احنا نستخدم الزيت علشان يساعدنا انها تتماسك او ما تلصقش المهم بنقطع العجين من 10 الى 12 قطعة بيكونين متساويات في الحجم تقريبا بنكور القطعة بهذا الطريقة ونخليهن على جنب نغطيهن ونخليهن يرتاحين لمدة 10 دقائق الان بنسخن الزيت بنحتاج الى صاج بيكون الصاج يعني كبير شوية علشان لا سمح الله ما نتأذى من الزيت ونبدأ نستخدم اول واحدة اللي كفتناها او اول واحدة اللي كورناها علشان بتكوني اول واحدة ارتاحة اكثر او بنفردها باستخدام اليد بهذا الطريقة يعني ما نحتاج اللي نشتابه ولا شي بيكون فردها جدا سهل وبناخذها ونقليها بالزيت طبعا الزيت يكون ساخن وباتكتلي بسرعة يعني في كل مرة بنحط بس واحدة ما نزيتش علشان لانها باتكتلي بسرعة يعني ما تاخذش حتى دقيقتين على الزيت واول ما نشوف الأطراف حمرت نقلي بها على طول مثل ما انتم شايفين وموضح في الشاشة اني بنحاول اوصل الزيت حتى يعني من فوق وبنرش عليها وخلاص بنكون مجهزين ساحن عليها محارم المطبخ او عليه اي حاجة اللي يشيل الزيت الزايد وبنحطها في المناديل او محارم المطبخ ونغطيها وبنكمل البقية بنفس الطريقة نفردها ونقليها ونحاول مثل ما قلت لكم ان نحن نوصل الزيت في الزلابية وخلاص بنكون نكملنا الوصفة والان بننتقل الى سحاوك الجبد بنحتاج الى بسباس اخضر وثوم وطماط وكمان كذبرة والى ملعقة من الملح او على حسب الرغبة لاننا بستخدم جبدنا مالح فاضفت حاجة بسيطة وكمان ربع ملعقة كبيرة من الكمون الحب وكمية مناسبة من الجبن تقريبا ثلاث ملاعق من الجبن انا عندي هنا جبن مالح تقدروا تستخدموا الجبن الكريمي وتضيفوا كمية اكثر من الملح وخلاص على الخلاط وبيكون عندنا سحاوك الجبن جاهز وخلاص بنكون خلصنا الوصفة طبعا الزلابية بتكون ناشفة من الزيت اذا عملنا مثل ما قلت لكم المناديل ومثل ما انتم شايفين هذا الزلابية شكلها بيجنن ما شاء الله وطعمها اروع كمان مع السحاوك الجبن لذيذ جدا فاذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله شوفكم فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة